اشتركوا في القناة ويبقوا بشر البعض به بانه هاي بداية جديدة الراقيين وانها ستغير كل شيء وهي كذبة كبيرة دعوني اكمل لكم ربما الحديث او تحدث عن هذه الكذبة جزء من هذه الكذبة جزء من هذه الكذبة يعني ان العملية السياسية هي الاساس في بقاء يعني هم يريدون ان يبقوا على العملية السياسية يتوقع المحاصصة الطائفية والعرقية هي القائمة وهي الاساس في كل شيء هلقى ذكراد هلقى السنة هلقى الشيعة وليمضي العراق الى الهاوية ولا يعني شيئا ويستمر الفساد ويستمر الخراب واستمر ضياع السيادة والاستقلال وتغول ايران وغيرها على العراقيين هذا وهذا واقع الحال البعض قد يتساءل يعني يقول هذا الحديث يعني ما هو البديل يعني ما هو هم ذول المدين خلاص هم ذول المدين يعني هل نتمسك بالخراب ونقول لا بديل ما هذا الشعب بملايين البدلة مو بديل واحد ولا عشرة ولا وزير ولا مسؤول ولا ملايين هذا الرحم اللي جاء كل هذه الدنيا اللي يخلق كلها اللي يصنع كل هذه الانجازات للعراقيين طوال عقود وقرون ما قادر يجيب لك البديل موجود البديل بديل وطني وعراقي ويحب اهله وحب ناسه وحبه الكلام عيب لاحد يحدث به لاحد يقول لي نوعنا البديل اما ان يكون لازم سلاحه وميليشياوي ويقتل ويذبح ويرانب ظهره ويقول لي ماكو بديل وبس احنين هذا غير شكل مثل ما خرج احد الميليشياويين قال احنا الدولة واحد من الحشد قال احنا الدولة خلاص لاحد يتحدث معلسه في الشديد التاريخ يريدون ان يزورونه ويجبرون الناس على القبول بهذا التاريخ المزور هذا العراق من عشرين سنة لحد الان من خراب الى خراب من حفرة الى هاوية الى مصيبة كبيرة كارثة بعد كارثة والشعب يتحملها الان يتحدثون ذولة لي مجموعة العملية السياسية الان هي حكومة جديدة كذا السنة رح ياخذون سنة العملية السياسية رح ياخذون ستة وزارات احد بدوهم الشيع رح ياخذون مدرجة 12 مدرجة 15 وزارة الاكراد رح ياخذون خمس وزارات شين الاختلاف مرجعنا الى نفس القضية يعني انا اذا اريد اسوي وزارة باخير لازم اقبل انه وزير خارجية لازم كوردي لانه هاي من حصتهم لازم اقبل وزير الداخلية لازم شيعي لانه هاي من حصتهم يعني انا اذا اجبت واحد ما اعرف من الموصل ما اعرف من البصرة ما اعرف وين وكفوق وقدر يدير وزارة الداخلية وقدر يديرها وينظفها وخلي وزير لازم يكون شيعي ولازم يكون سني واذا اجبت واحد بوزارة الدفاع شيعي وهو كفوق هذا غلط اذا اجبت واحد بالتخطيط شيعي مو سني هذا غلط اذا اجبت واحد ما اعرف وين بالنفط سني هذا غلط هذا الموضوع بهذا الشكل يتتصرفون فبالتالي نحن امام حكم مسبق بالخراب والدمار لانه معزع الحصاص ومثل ما وزعها بريمار ونسوى مجلس الحكم 13 شيعة 5 سنة 5 اكراد ما ازلنا نفس القضية ونوزعها وذولهم يختارونا الشخصيات وخلي البرلمان موافق عليهم لموافق عليهم ما نخشون بالبرلمان التصوير الاكراد يصوتون لمرشحهم لانه الحزاب ما لاتهم طالبة من ادهم ان ان تصوتوا لمرشحنا يصوتون له ويفوز والتفقون مع الاخرين سنصوت لكم لمرشحكم اذا ما صوتتم الى جانبنا لمرشحنا وهذا اللي يسمي رئيس الجمهورية الحالي عبداللطيف رشيد يقول نسوي حكومة توافقية قوية هي الحكومة توافقية قوية ويجون مرشحين الشيعة والسنة يصوتون لهم لهم الشيعة بالاطار التنسيقي هم موافقين عليها وجايبي فيقولون لهم للسنة والاكراد ان توافقوا عليه حتى نوافقوا لكم على مرشحكم هكذا لاحد يقول للعبة بغير شكل هي هذه اللعبة وبالتالي يوافقون عليها واللي موافقون عليها يكونوا بديل أسماء أخرى يقدموها ويقدموه النسي في ماله وانتهت القضية ويروح الوزارة وكل واحد إلى حصة هل هو هذا العراق وهذا الوضع الجديد اللي الأمم المتحدة اللي قالت انه تقرب فساد العملية السياسية فشلقة ولا يمكن اصلاحها الآن الآن تضع يدها تقول نضع يدنا بيد محمد الشيع السوداني تأسيس واقع جديد شون تأسس واقع جديد بهذه الطريقة الحديث أول عن ماذا سيفعل وهذا سمعنا الحديث سوف أقضي على الفساد وحارب الفساد وهذا قالها الكاظمين قالها العبادي وقالها المالكي وقالها علاوي وقالها عادل عبد المهدي والكل يقولون نفس القضية سوف أحارب الفساد سوف أولف حكومة قوية نعالج الفقر نعالج البطالة نحفظ الأمين والاستقرار ونصون الاقتصاد كيف؟ الكذبة الكبيرة عيد شون تحقق الأمين وميليشيات لتسحب سلاحها ما هي الميليشيات جابتك هذا الإطار التنسيقي كلها ميليشيات هم اللي جابوك ورشحوك شون تسحب سلاحهم؟ شون تحصر السلاح بيد الدولة؟ شلون؟ ما تقول لنا؟ ماذا الكلام غير محقول وأن نأخذ الكلام أوهام ونعيشها أوهام سنسقط في بئر من الأوهام خيبة كبيرة سوف نحفظ الاستقرار أي استقرار؟ إيران متحكمة بنا؟ استقرار؟ استقرار إيش؟ نحفظ الاقتصاد شون الاقتصاد تحفظ إذا أنت ليس لديك صناعة ولا يمكن أن تبني صناعة لأنه إيران متقبل وإيران هي الإجابة تكفح متقبل لأنه كل صناعاته يجب أن تبع في السوق العراقية الزراعة عمالتك يجب أن لا تتطور لأنه إيران لديها زراعة تصدر للعراق ويجب أن يبقى السوق العراقي سوقاً مفتوحاً للمنتجات الزراعية الإيرانية فإذاً ستبقى محتفظاً بالنفط فقط النفط تبيع نفط تزايد النفط تأتيك واردات أكثر توزع رواتب والباق يروح للفساد وتنتي القضية البلد بعد عشرين سنة كل البنى التحتية مرتها مدمرة كم يحتاج هذا البلد لكي تعيد البنى التحتية لكلها البلد كيف؟ هذه هو العمار مثل ما يسوون بالرمادي وماعرف وين يسوون شمول وماعرف منه شمطعم مذهبة وماعرف منه المطعم الفلاني الشهير المعرف منه وهذا العمار وبغداد شمول تسويين والناس حياتهم كلها لو مول مولات خلص العالم وانتهى الموضوع واخدوا راتبكم وروحوا للمول وهذا العراق هل ستنهض بالتعليم؟ هذا التعليم اللي انتهى ماذا تنهض به؟ ماذا يقول لنا؟ ماذا تنهض بالمستشفيات والواقع الصحي؟ ما البنى التحتية دمرتوها؟ ماذا تنهض بالخدمات العامة؟ بالمياه بالأراضي؟ بالمياه الثقيلة؟ هذا الخراب كله الفساد، الخراب، القتل الذين قتلوا الشباب في ثورة تشرين ماذا تقضي عليهم؟ وهم كلهم الميليشيات التي انتخبوك ووضعوك في الواجهة الكلام لا يخذ على عواهنه هكذا لا يمكن القبول بهذا الكلام شون الوضع؟ يختلف وهو مبني على المحاصصات مبني على الطائفية والعرقية كيف يختلف الوضع؟ ما دامت العملية السياسية قائمة وهذا ما عرف الشباب في ثورة تشرين لذلك كانت ثورة تشرين خطرة عليهم لذلك حاربوها وقتلوا الشباب أكثر من ألف شاب قتلوهم بالشوارع ثلاثين ألف جرحوهم لأن هؤلاء الشباب أعطوا الحل السحري الحل الواقعي قالوا يجب أن تسقطوا العملية السياسية وكل أحزاب هتخرج حتى نسترد العراق لذلك يقالوا يعني نريد وطن يريدون وطنهم ويعرفون أن وطنهم سليب بيت هؤلاء لذلك قتلوهم قتلوهم ومواجهوهم بهذا الأرهاب وكل الدنيا تعرف هذه القضية فكيف تعيد العراق إلى يعني وجه العراق الجميل الرائع بنفس الخراب بنفس الأدوات بنفس الذي يتكلم عليه أن يفهم الواقع هذا واقع العراق أما يعني البعض ما يقبل هذا الكلام ويقبل هذا الشأن آخر بس هذا هو كلام الحقيقي هذا كلام الواقعي من يتحدث غيره هذا فهو إما أن يكون واهما أو يكون مضللا وبالحالتين هذا ما مقبول الآن بعد عشرين سنة من الخراب الشعب ما يقبل يعني يجب لي حكومة مكررة وفازدة وخراب ونفس الأدوات ونفس الشكل ونفس الإطار ونفس العملية السياسية ونفس التوجهات ونفس المحاصصات وتقول لي الواقع تغيره والأمم المتحدة تطبل والاتحاد الأوروبي والزبرقية والسفيرة الأمريكية تفتر على رئيس الوزراء ومدري منه والأمم المتحدة وبلس خارته كلام معيد وفرنسا تأيد وإيران تحيي لا يقبل هذا الكلام بالتالي نحن في أزمة كبيرة وهذه الأزمة هذه ليست أزمة الشعب دعني أقول لكم الشعب متخد قراره أنه لا يريد هذه وسينهيها ثورة الشعب قادمة هذه أزمة هؤلاء الذين يحكموا ليعتقدون أنهم أذكياء وأنهم بهذا الوضع يستطيعون أن يضللوا العراقيين وأن يستمر الخراب لن يستمر هذه القضية مجرد تسكين مجرد أبر يحاولون أن يخدروا بها الشعب ولن يستطيعون أن يخدر الشعب الشعب حتى جسمه بعد ما يتحمل المخدرة وما يتحمل تخديركم يعني تضربوه هذه الأبرم لا تأثر به مهما كانت هذه هذه الحقنة التي تحقنوها بها لا تأثر به الشعب الآن صحالكم وانتهت القضية انتهت هذا الوقت الذي تشتروه لإستمرار العملية السياسية لن يفيدكم شهر شهرين ثلاثة واستخرج عليكم الموجه الكبير وستزيعكم بالنتيجة خسارتكم مئة بالمئة وستنتهون الوضع هذا ما يستمر العراق لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل أيدة أمريكا أيدة إيران أيدة فرنسا ما عرف من هو أيدة الأقليم الجامعة العربية دازة ما عرف منه برقية تهنية هذا كله لا ينفع بالتالي القرار للشعب العراقي الشعب العراقي لا يقبل بهذه الكارثة هذه كارثة كبيرة ولن تستمر الحقيقة وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ألتقيكم في حلقة نخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم